السلام عليكم في هذا الفيديو وبنستعرض لكم أبرز ألعاب اللي رح تصدر في شهر يونيو هذا الشهر وبالعادة يعلن بد فترة هدوء الألعاب الصيفية لكن مع تأجيلات الألعاب لهذا الشهر عشان فيروس كورونا يمكن تلقى لعبة أو لعبتين فقط مميزة في هذه القائمة Clubhouse Game 51 Worldwide Classics هي كولكشن مميز يجمع لعاب الطاولة الشهيرة والبسيطة وأيضاً لعاب البطاقات والكروت من مختلف أنحاء العالم مع واحد وخمسة لعبة مختلفة مثل شطرنج والكيرم والبولنج نعم فيها كيرم ورح تلعب فيها أونلاين وأيضاً فيها دعم لعب جماعي حتى أربع لعبين اللعبة رح توفر حصرياً على جزة نتندو سويج في الخامس من يونيو لعبة Command & Conquer Remastered Collection هي عودة أحد أشهر لعاب الاستراتيجية من EA بنسخة محسنة بتحصل الحزمة على تحسين كامل في الرسومات مع دقة 4K مع خيار اللعبة بالرسوم الكلاسيكية وأيضاً بتضمن اللعبة موسيقى محسنة وقواء منظمة ومعدلة والعديد من التحسينات المختلفة على أساليب اللعب وخيارات اللعبة وبتوفر في الخامس من يونيو على أجزة الحاسب الآلي Desperados 3 لعبة تخفي تيكتيكية وتدور أحداثها في الغرب الأمريكي الموحش بحيث تعتمد اللعبة على التخطيط السليم لتجاوز العداء في مراحل مختلفة مع إمكانية إنهاء المهام بعدة طرق مختلفة اللعبة ستوفر خيارات صعوبة مختلفة وقابل للتعديل عشان تناسب أسلوب لعبك ورغبتك في تاحة فرص أكثر لعدد من اللاعبين يستمتعون باللعبة اللعبة قادمة لكل من بلاي سيشن فور والبي سي والإكس بوكس وون في السادس عشر من يونيو Desintegration هي لعبة تصيب المغامر تدور أحداثها في المستقبل بحيث ينتشر وباء بين البشر ويصبح الإنسان على وشك الإنقراض فيقوم أجمعهم من العلماء بمحاولة إنقاذ البشرية بنقل أدمغة البشر من أجسادهم إلى أجساد الروبوتات إلى حمايتهم من الإنقراض وبعد أن تتوالى الأحداث وعليك أنت كنصف روبوت ونصف بشري إنقاذ بقية البشرية من نفس المصير اللعبة ستضمن طور قصة وأيضا في طور تنافسي للعبة عبر الشبكة اللعبة قادمة في السادس عشر من يونيو وكل من جهاز البي سي والإكس بوكس وون والبلاي سيشن فور The Last of Us 2 بعد نجاح الجزء الأول من السلسلة اللي كان منظر الجزء الثاني من اللعبة والشهر هذا رح ينزل أخيرا بعد تأجيلات كثيرة Ninjala هذه اللعبة مجانية وجماعية عبر شبكة من تطوير Gungho Online Entertainment اللعبة تحتوي على طور قصة وطور لعب جماعي إلى ثمان لعبين مع التركيز على القتلات المباشرة بين الشخصيات اللعبة قادمة حصريا لجهاز Nintendo Switch في 24 يونيو بعد ما انتأجلت من شهر مايو هذه كانت أبرز ألعاب شهر يونيو شاركونا تحت بالكومنتز إيش الألعابد راح تشترونها ومتحمسين تجربونها في التعليقات